أولمبياد بكين للعام 2022 حدث شد أنظار العالم إليه ليس بسبب قيمته الرياضية فقط بل لأهميته السياسية البالغة واستجو مشحون بالتوترات ومقاطعة دبلوماسية غربية إضافة إلى احتجاجات في عدة دول بسبب ملف الصين المتخم بالانتهاكات ضد أقلية الإيغور المسلمة وليس من باب الصدفة أن تختار الصين شابة الرياضية ذات أصول إيغورية لإضاءة شعلة الأولمبياد في استثمار واضح لتلميع صورتها أمام العالم ومحاولة طمس مسلسل انتهاكاتها وهو الأمر الذي عرض هذه الرياضية لسهام النقد حيث وصفت هيوم الرئيس ووش ما حدث بأنه وصم تعار وقبيل انطلاق الأولمبياد مارست الصين وفق صحيفة نيورك تايمز حملة قمع داخلية واسعة لكتم الأصوات المعارضة لها لتوجه لاحقا السلطات بوصلة الإخضاء لرياضي الأولمبياد بهدف قمعي احتجاجات منددة بسجل الصين الحقوقي حيث وجد الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الشتوية أنفسهم محاصرين من أشخاص يحثونهم على استخدام شهرتهم للتحدث عن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان الرد على الانتهاكات الصينية ترجمته المقاطعة الدبلوماسية لبعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا لأولمبياد بكين فيما وقع أكثر من مئة مشرع أمريكي وفق صحيفة واشنطن بوست رسالة تدعو إلى مقاطعة أولمبياد بكين وتتوالى على مدار السنوات الماضية التقارير الحقوقية الفاضحة للانتهاكات الصينية حيث كشفت تقرير دولي في العام 2019 عن احتجاز الصين نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية مارست ضدهم شتى أنواع التعذيب فيما يؤكد موقع بويس أوف أمريكا إجبر الصين للأقلية المسلمة على العمل القسري وهو ما فجر دعوات عالمية لمقاطعة المنتجات الصينية اشتركوا في القناة